أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أسبوع قاهرة للمياه أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشركات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية جاء ذلك في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود يسريني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود هذا الحدث السنوي الذي أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم نظراً لأهمية التباحث في موضعة إدارة وتنمية الموارد المائية خاصة في ظل تساعد أزمة الشح المائي ونظرة المياه لأسباب عوامل طبيعية وبشرية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مرأة لهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه وما تؤكد من ضرورة الإختار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور وإجراء الدراسات اللادمة وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان وعدم الإدرار ترجمة نانسي قنقر